رولان غاروس على الابواب اليوم دوم بمناسبة ذيا حضرت لكم فيديو بشي يعجب برشا فيكم مخاطر فيه بصور حصرية برشا منكم ما يعرفوهاش مش نحكيو في الفيديو متاع اليوم اولا على تاريخ مشاركات انجابر في دولة غاروس بما فيها في الجينيور متبع وهنا بشي تكون مفاجأة برشا بشي نعري لكم لقطات حصرية انجابر في جينيور وفي الجزء الثاني من الفيديو بشي نذكر بلي صار في رولان غاروس الفين واثين وعشرين تعودنا وانو اقبل كل تورنواة كبير نعمل انا فانجول تورنواة بشي نعرفوش صار عامنا ونبنيو عليه في الدورة هذي انجابر فانز اراند ده وولد ارحبوا بكم رجعين لكم تتسوين موسيقى موسيقى بالطبيعة بش نبديو بانجابر وتاريخ مو شركتها في دورة رولان غاروس تعرفوا انو في الجينيور شركت عام الفين وعشرة وشركت عام الفين وحداش عام الفين وعشرة وصلت الفينال وما ربحتش وخسرت وقالت هيا بعد وانو قلت لي رجعت عام الفين وحداش كانت بنية الثقر وحتى في مخها وانها الدواء قاني رولان غاروس دوميل اوز فعلا ربحت بطبيعة دورة الفين وحداش لكن ربما البرشا اللي مايعرفوهش هو الباركور متاحه وقت بش نوري لكم لقاتات من ماتش سبيسيال مو في الدومي فينال ماتش متاع الدومي فينال في الدومي فينال انزجابر تقابلت مع كارولين غارسي نعم كارولين غارسي اللي نعرفها حاليا تقابلت مع انزجابر في الدومي فينال ويسألون أن أعلم أن يكون في المتابع في الفرنسي يتحدث عن المتابع مع أونس جابر وكارولين غارسيا ومتابع مع أونس جابر لم يتحدث عن أعلام التالي لأشياء الأحزار مساء من دقيقة المتابعة وبعض الإجابة كما أحب الكثير من الأشياء في عام الهداعي كأولين غارسيا بسيطة Logo من أعرف وضع الأحزار بعد أن أعرف مع الأحزار السابق لأحزار السابق الصاري اونس جابر لعبة الفنال وربحة الفنال متاحه بش نوري لكم كيف كيف لقطات من النهائي بتاع اونس جابر عاماً فين وحداش نحا غامرة وانس جابر تتوج ببطولة فرنسا المفتوحة للناشئات اذن هنيئاً لللاعب العربية وهنا نتابع فرصة المباراة وبذكاء كما فعلتها مام جارسيا بدروب شوت بالسلايس هنا تأتي بهذه اللمسة وفرحة عارمة وانجاز عربي مبروك لتونس وهذا هو رئيس الاتحاد التونسي ايضاً هنا يهنى هذه اللاعبة وهنيئاً لتونس بهذه الشابة ايضاً الوالدة هنا تؤنى اونس جابر اذن فعلتها التونسية وانجاز عربي اذا كان هناك انجاز اسيا واللي نالي هنا انجاز عربي يسجل لللاعبة اونس جابر اذن اونس جابر تحقق بطولة في القراند سلام للناشئات هنيئاً لهذه اللاعبة ونتمنى ان نشاهدها باذن الله في بطولات اخرى في بطولات الوتي اي وليس للشابات في المستقبل ان نشاهدها هنا بطلة كما فعل البطلات البطلات في السابق وكما نتابع هذه الصور امامك عزيز المشاهد والفرحة الكبيرة لللاعبة اونس جابر هنيئاً لانس بهذا الانجاز الكبير اذن لقب في القراند سلام للشابة اونس جابر وسوف تحصل على نقاط عديدة سوف يتحسن التصنيف العالمي لانس جابر الجمهور التونسي في باريس ما اخذ الانس ايضاً كان حاضر بشكل كما تراوا دونك صور ممتازة ياسر رجعتنا 12 سنين التالي والبركور الكبير اللي عملته اونس جابر من وقتها نمشيه بتاول الموضوع الاساسي متاع الفيديو بتاعنا هو تاريخ مشاركة اونس جابر في دورة رولونغاروس اونس جابر شركة بدت تشارك في رولونغاروس انتلاقاً من عامل 2017 عامل 2017 بطبيعة هي وقتها دخلت في الكاليف لكن وقت اللي بش نحكي عالماتشويت اونس جابر بش نحكي امتلاقاً من الادوار الرئيسية لكاليف منيش مش نحكي عليهم عملياً دونك عامل 2017 اونس جابر وصلت للتروازيام تور دونك في اول مشاركة لها في البرمي تور انتجابر لعبت ضد انا بوكدان وربحت 2-7-0 6-3 ثم في الدوزيام تور كيف كيف زادة ربحت ضد اللعبة سيبيل نوكوفا بنتيجة 6-4-6-3 وكان الانتصار متاحها هدايا وصولها للدور للدور الثالث حدث في حد ذات على خطرها كانت اول مشاركة لها دون بار دوتر بار اول لعبة عربية توصل للدور الثالث حاجة كانت كبيرة ياسر في كل وقت هداك وديجا فرانس دو وقت هتعدي في الماتش بتاع رولانغاروس عملوا انترفيو مع اونس جابر وكانت كاعدتها بك بك روح بك روح بتاع الخفيفة وعبرت على فرحاتها بالانتصار والمورور دور الثالث من النهائي وسألوها على كيفش تتعامل مع مع الماتش ويت ووما وقته في رومدان وماتش ذاك وقت تلعب رولانغاروس وقته في رومدان وقته في رومدان في الانتصار معكم الانترفيو كامل متاح مع فرانس دو نحن هل في التقدر بحرانس دو في المسيحة من الغضة للمة تردب الثالث من مجموعة النار إجابة سبقى أونس جابر يعطف لغطتك في رومدانان لاحن نحن الى لعمل على سبيل المنطقة ويوجد يكون في مجال يقوم بالمجال على المجال كتب ترديمها سبول كوافة مجال قد تحديد ما هذه الأشباء؟ نعم، بالتعليق في هدفة ويوجد أن أكون هناك في مجال، في أولاً للمنطقة ويوجد النهاية لتحديد وأنتم أستطيع أن تكون من قد يحقق فيه وأنني أكثر من يتعليح على أكبر على الإعلان أعلم أنك سيمتلك أنت تريد فقط للمنزل تيديم أتاقرحة إلى تحديد أحسن قرحة ما تنسل ترحل في الأحسن أعادة كما ينزل ومسيطة 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 ومن ثم يمكنك تحديد ومسيطة كما قد تحديد لذلك تحديد ويسأل سمسك بسيطة لكاكسك. يجب أن يكون لك السمسكة في هذا المستقبل. هذا ترمز مباشرة. بالتحديث عن السمسكة والمشارطة والمشارطة. يتبعني أنه يكون لك المرحلة للحصول على المستقبل. ومع المعارضة على المستقبل. ماذا تستطيعون ذلك؟ جميع الأمور والمشارطة للحصول على المستقبل. هناك فى المنزل يا معنا سوف أبعى متى دائما three سنًا إذا سوف يدعم ترتكية دائما وأحب الجدير مستحيل سوف تريدين تتكبين جديد فى الأنس أموريك رأساً تحديداً للجام جائماً لكن في تلك كانت كبري كبيراً وظيساً بازينسكي وخسرت بنتيجة 626. وصلت فقط لتروازيام تور عام 2017. في عام 2018 من الكاليف تحت دونت ما نجمتش تتجاوز الادوار التنهيدية وبريسك نفس الشي تكررها عام 2019 تحت ضد بيترا مارتيتش من البرومي تور بنتيجة 626. كما ترى في رولان غاروس بدايتها كانت نسبية المتعثرة حتى لنجا عام 2020. وعام 2020 قدمت تورنوى محترم ياسر وصلت للويتام دو فينال. تجاوزت البرومي تور ضد لعبة دياس بنتيجة زوز مجموعات مقابل واحد. في الدوزيام تور ضد اليابانية هيبينو بزوز مجموعات مقابل 0 7664. في مقابلة تقعد في الذاكرة ضد سابالينكا. لكن وقتها اونس جابر ما زال ما هيش معروفة كماتة. او حتى سابالينكا رغم اللي وقتها معروفة نوعا ما. لكن الماتش متاحهم ما كانش يجلب برشا جماهير. هذي اللقطات من مباراة اللي صارت موبيناتهم. اونس جابر ربحت في ثلاثة مجموعات بنتيجة 766263. هذوم علاقتات من الماتش هذيك. الماتش متاع بانس جابر وسبالينكا. وصلت كاكا للويتام دو فينال بور لابرمير فوا في تاريخ مشاركاتها في الويتام دو فينال تقابلت مع دانيال كولينز. خسرت السات لولا ب ستة اربعة. ثم ربحت السات الثانية بستة اربعة كيف. لكن في السات الثالثة والفاصلة. قتل لي نتيجة خمسة اربعة لفايت كولينز. وسيرفيس عندها يعني في الانتروازين سات. فشلت بش تربح السات الارسال المتاحها. هكاكا خسرت الماتش وانسحبت من تور نواضية في الويتام دو فينال. انسويت نجيه على العام الفين وواحد عشر. كيف كيف في عام الفين وواحد عشر كرت بالضبط نفس الانجاز. يعني وصلت للويتام دو فينال. لكن من نجمتش تتجاوزوا. في البرمير تور اطاحت بوتينسيفا بنتيجة 7662. انسويت في الدوزيام تور ضد لعبة شارما بنتيجة 6264. كما تراو دونك في الادوار لولا كانت ماشية بالقديم بالقديم وديجاة وقتها صار تكتفرة نوعية متاع انسجابر الفين وواحد عشرين. في التروازيام تور ضد ماجدالينات البولونية بعد ما خسرت السات لولا سيس ترواء رجعت وربحت سيس زير و سيس آن. لكن في التروازيام دو فينال قابلت مع كوكوغوف. وقتها كوكوغوف مزاج رهي ما بدتش تظهر بالقديم. ومفاجأة وقتها خسرت انسجابر ضد كوكوغوف كانت مفاجأة كبيرة. كانت كباب لتتعدل الكاردو فينال. لكن وقتها الاسف تحت وخسرت ضد كوكوغوف بنتيجة 6363. انسويت عام الفين وثين وعشرين. وهنا المفاجأة الكبيرة اللي صارت من البروميتور. الكلنا كنا ننتظروا وصورتو وقتها في ذروة العطاء متاحها. وخسرت بطريقة مفاجأة وغريبة ضد اللعبة ماجدالينات اللي ربحتها عام التالي في تروازات. خسرت المرضية ضدها في تروازات. بعد ما ربحت السات لولا سيس ترواء خسرت السات الثانية سات سيس. انسويت خسرت السات الثانية سات سانك. وكاكي خسرت تروح بطريقة تشبه ياسر للطريقة اللي خسرت بها العامة اللي سبق ضد دانيال كوليز. نعود نذكر انهار الخميس ان شاء الله باش توقع القرعة بير ما دي ساعمت على الشياء بتاع رولونجا روز دوميل فانترواء. بحول الله بعد ما نعرف القرعة والبركور بتاع انس جابر. باش نعمل فيديو وموضوعه The Road to the Title بالنسبة لانس جابر. استنوا دونك نهار الخميس والجمعة في فيديو مميز نحكي فيه على قرعة انس جابر. كنت معاكم مرض بالحاج من تونس. نشكركم على حسن المتابعة. الى اللقاء.